وضع محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين إكلل الزهور على النصب التذكاري لشهد معركة تحرير عدن شهيد البطل جعفر محمد سعد بالذكر الرابع للسشهاده وفي الحفلة الذي حضره كلاء محافظة عدن الأول محمد نصر الشهادلي وقطع النقل خالد الجعيملاني ومدير عام مدرية الصيرة خالد السيدو وأمنا مدريتي تواهي سعيد شيباني وخر مكسر ماجد الشاطري ووضع المحافظة كليل الزهور على النصب التذكاري لشهيد وتمت بعد ذلك قراءة الفاتحة على روح الشهيد الذي قادم عركة تحرير عدن ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية حيث أشهد المحافظ بكل الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لهذه الفعالية التي تجسد حب أبناء عدن الشهيد الذي قدم الكثير لنصرة الوطن وأبنائه وقال المحافظ خلال التأبين إن الوطن فقد أحد رجاله الأخيار وأبطاله الذين قدموا روحهم للوطن وتعهد المحافظ السالمين بالسير على درب الشهيد حتى يتم لعدن كل ما تصب إليه من رفعة وتطور والزهارة ترجمة نانسي قنقر